السلام عليكم و مرحبا بكم انتمنى ان شاء الله تكونوا كم بخير و تكونوا في صحة جيدة لا تنساوش الى عجبتكم الفيديو معاليكم ستشتركوا في القناة و تفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد و لا تنساوش تفعلوا هذه الفيديو الى اكبر عدد من اللايكات اليوم سنقوم بصفة البواكاسي على الطريقة العاصمية يأتي بارد في بارد و يأتي من اروع ما يكون تبعوا المقادر سيأتيكم كامل دايب و ما يقعدش كامل حبات بلا ما نرحوه اهنا ايا قبل ما نبدأ حبيت نقولكم مني تحب زرودية ما تبانش ولا الاطفال تحا ما يكلوش زرودية ما عليك غير ترابيها في هذيك الاغاب اللي تكون رقيقة كامل هكذا ما رحاش كامل تبنك ولادك ما يفيقوش كامل باللي فيها زرودية نبدأوا بالمقادر عندي حبيبة على البصل تكون صغيرة و مقطعة ديبتيدي على هذي الشكل قد ما تكون رقيقة قد ما تكون مليحة زوج حبات تعزرودية مقطعين ديبتيدي و زوج مغارف تاع ما عدنو سيكونوا مقطعين يعني شوية رقيق ملح فلفل الكحل والقرفة هادا ما يكن والملح اكيد بالنسبة البواكاسي انا هنستعمل هادا البواكاسي هندر كمية قليلة و انت يا اذا درتي كنتي تيرطل ولا اذا درتي تيرطل ما عليك غير تديري حبيبة على البصل تكون كبيرة و ثلاثة حبات تعزرودية هكا بش يجيك مقادر مضبوطة اهنا هيا كيلة بهاد الكيلة تاع الكاس و لازم نغسلوها بس حكي نغسلوها ماشي نملطوها بالنسبة للماء عندي خمسة كيسان تاع الماء نقضو نديرو حتى ريتلا ونصف تاع الماء في هاد الكاس على حسب النوع تاع البواكاسي اللي عندنا اهنا هيا نحطو تحت العين نغسلو غزو تغسلات ولا اكو تعرفو لازم نغسله اه ما نقعدوش نغسله فيها كبش متروحلوش هدي كيلة نتاعو احا نسي قد ما نقدر نطيكم نزاستوس بش يجيكم بزاف منين بيس قالوا لي بزاف دير لنا هاد الوصفة على البواكاسي اهنا يا حندير كلش بارد في بارد كي ما قلتلكم نحط البواكاسي البصل زرودية المعتنوس ليزي بيس والماء غير الملح ما نحطو جدوكا وثانية حاجة حبيت نقولها لكم بهاد الطريقة البواكاسي تاعكم ما حيجي دايب يعني اللي ما يحبشو داكل حبات على البواكاسي مستحيل راح تلقيهم حبات بلا من ميكسي والبواكاسي اذا ميكسينا راح لكو لغته وتتبدل وما يجيكم شبنين انا واحد المرة كنت نطيبو على هاد الطريقة زع ما كي طيب نرحي كلش ونخليه بش يجيني زع ما ما يبانو هالو وبعد قتلي ماما عمروا البواكاسي ولا نميكسيوه اذا ميكسيناه لكو لغته وراح تحول وما يجيش ملح اهنا يا حطيت خمسة عفوان ثلثة مغارف فتع الزيت كبار ونحط هدي كريت لو نص تعلمه ونخليه يغلي مدة عشرة دقايق الملح ما نديره شدوكو وكي نغلق عليه لازم ندير السفارة بعد ما جازو عشرة دقايق فتحت عليه ورميت الملح بش هكذا البواكاسي تعني يطيب لي زبدة وهذا هو البواكاسي كي ما راكو تلاحظو جميه جمي شاء الله وما فيه ولا حبة على البواكاسي راي تباني لكم كي ما راكو تجوفو اهنا اللي تحب تدير العقدة ترمي شوية فرميسال وشوية تعلم عدنو سحبيبها تعولد للجاج ملح والقرفة والفلفل الملح دي روغي شوية ولي ما تحبش كي ما انا تخلي هكذا وتقدمو مباشرة راح يجي من اروع ما يكن وستقوني لي مولفاترحي البواكاسي تحا نقول لك سيي هدي الطريقة وراح اتلاح دي الفرق في اللون شوفو هدا سبحان الله كيف اشجي لك ولا اختاعو وهدا كلين مكسيوه مجيش كامل هكذا شابه احد جي سفره ومجيش مليحه نسقي يجي خفيف ويجي ما شاء الله نرمي عليها رشة تعلم عدنو اللي ضرورية وسخط العسرات تعال القارس وش نحكي لكم اذا درناه بالقارس يجي بالساف هايل انا لازم البواكاسي ندلو القارس وقدمتوا معا شوية شلاده وهدا هو كان العشاء تعناه الحمد لله يا ربي اللهم ادمها نعمها على الجميع واحفظها من الزوال يا رب العالمين يا ربي ان شاء الله ما تحرم حتى واحد من نعمتك ببقى ليغين قولكم بقوا على خلطها في روحتيكم ولا فيديو لاحق ان شاء الله مع السلام